اهلا وسهلا بكل متابعة ومشاهدي تليفزيون اليوم السابع وتغطية خاصة لمبارات الزمالك وفوتشر في المباراة الموجلة بينهم الجولة العشرة للدوري الممتاز انتهى اللقاء بفوز ولا اصعب لنادي الزمالك بسلسية مقابل الهدفين تقدم نادي فيوتشر في الشوت الاول بهدفين مقابل الاشيء عن طريق احمد عاطف يمكن في الدقيقة الثالثة ثم اضاف زميل احمد رفعة هدف ثاني في الدقيقة الثالثة العاشرة وتقدم او احرص الهدف الاول لنادي الزمالك عن طريق المتقلب احمد سايزيزو من ضرب الجزاء في البيئة ستاشر واضاف نفس اللاعب في الدقيقة الاولى من الشوت الثاني الهدف التعادل لنادي الزمالك ايضا من ضربة اه جزاء وستطاع اشرف بن شرقي من ادراك هدف الثالث لفريق الابيض يمكن في الدقيقة خمسة وتسعين من المباراة مباراة كانت اه ولا اصعب ارتفع رصيد الزمالك الى النقطة اتنين وعشرين لتقدم لمركز الثالث بجدول الترتيب ويمكن لي مباراة مؤجلة بينما استمر او تجمد رصيد فيوتشر عند خمستاشر نقطة في المركز السادس جاءت المباراة قوية من جانب الفريقين يمكن جاءت يعني شوت الاول اه فيوتشر انتلك زمان من الامور وستطاع احراز هدفين وكان قريبا من احراز الهدف الثالث والرابع لو لا تعلق عدد من لعبي الزمالك ولكن اتغير تماما في الشوت الثاني وستطاع الفريق الزمالكاوي عن طريق تغييرات التي اجراها مديره الفني المؤقت الكابتن اسامة نبيه من ادراك التعادل ثم الفوز ولم يظهر لاعبي فيوتشر في الشوت الثاني تماما واختفى اللاعبون ولكن يمكن بعد المباراة الكابتن اسامة نبيه اسنى كثيرا على اداء لعبي وقالنا لسه اجرب وبشروط ويمكن ريح بعض اللاعبين الدوليين علشان طبعا المباراة المصيرية امان الوداد البيضاوي المغربي المغربي المغبولة في الجورة الرابع واللي هتحدد مصير او مستقبل الفريق في دوري ابطال افريقيا احنا عارفين ان نادي الزمالك بيعيش ازمة في دور ابطال افريقيا يمتلك نقطتين من ثلاث مباريات ومبارات الوداد اصبحت مباراة لا بديل فيها عن الفوز هي والمباراتين الاخراتين يعني لازم يحقق التسع نقاط في المبارات المغربي المغربي عشان يضمن الصعود لدور الثمانية ظهر النهاردة عدد من المشاهد الكويسة جدا في اللقاء بين اللاعبين وانفسهم يمكن ظهر في نادي فيهوتشر المسلس اليجومي لنادي فيهوتشر المسلس هنالي اعتبره من افضل المسلسات في الدوري المنتاز اللي هم احمد رفعة وناصر ماهر ومن امامهم طبعا احمد عاطف ويمكن جاء برضو من الجانب الليميني عمر كمال عبدالواحد اللاعب الدولي اللي قدر يعبر عن نفسه وبيضمن ما كان ليه في التشكيل الاساسية للمنتخب الوطني في لقاء السنغال المقبل اما في نادي الزمالك فجاءت التغييرات نزول فتوح وامام عثور ويمكن حازم امام اللي يعني ادت لي تغيير النتيجة وظهور الفريق بالشكل الجيد ظهر طبعا خلال المباراة عدد من الحالات التحكمية القوية ويمكن ضربتين جزاء وعدد من الحالات معانا النهاردة اكتبتم عادل عقل خبرنا التحكمية هيحدثنا بقى عن هذه الأفضل اهلا بحضرتك يا كابتن هيسم وابشكرك على المقدمة الرائعة لان انت اوجستي وحتى يعني النهاردة في المقدمة السريعة دي اللازي لم يحلف الحظ من جمهير القرى البيضاء وجمهير مصر لانه يشوف المباراة فاعتقد في مقدمتك في دقايق اه الاخراصة المباراة بشكل جيد دي حاجة يعني اه مميزة يعني شكرا لك اه عندنا النهاردة طاقم حكام اه بيقوده الدولي محمد الحنفي ومعايا المساعد الاول يوسف البساطي اه دولي واحمد توفيق طلب بالمساعد التاني والحكم الرابع سامح حسين بينما تولى مسؤولية قبيرة الفار السنائي الدولي السنائي محمد عدل الدولي وشهاب الراشد المساعد المرشح لقايمة الدولية اه زي ما ساعتك تفضلت والتي من المباراة شاهدت العديد من الحالات التحكمية اللي احنا وقفنا عندها يمكن بين الشوتين كنت انا موجود انا وزميل اه اخ امر ايوبي واتناقشنا في الحالتين اللي هم كانوا اخسر جدلية اللي هو هدف الزمالك الاول وفي دقيقة هدف الاسف فيوتشا الاول في دقيقة تلاتة احمد عاطف واستدعاء الفار لمحمد الحنفي في لعبة محمد عبدالشافي هنروح سريعا للنهاردة اه محمد محمد الحنفي احتسب ستة وتلاتين مخالفة عندنا خمس حالات تسلل ولازم احنا بنتكلم على التحكيم اناقف عنده عند المساعدين يا قبط معوة يا قبط هيسم لان فعلا المساعدين النهاردة ليهم دور فعال جدا واجابي وعندنا سبع انزلات اعتقد ان هو محمد الحنفي قوم موفق في ايه في هذه الانزلات اه هنتكلم كمان على دور الفار هناخد الحالات سريعا هدف الاول بتاع الزمالك احنا رجعناها رجعنا ان المساعد التاني احمد توفيق طلب كان موجود في المعاد وكان فعلا موفق جدا 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 في اه النهاردة محمود على كان سابق بقدم اليسرى يا قبط هيسم قدم اليسرى بتقريبة بقل من نص يارضة سابق احمد عاطف لحظة السلام القرى ودائما وابدا التسلف هو لحظة السلام القرى لحظة السلام اللاعب القرى من الزميل فبالتالي اشار باستمرار اللاعب وتدخل تدخلت كابينة الفارد وتمكن الابريتور مع محمد مع محمد عادل وشاب راشد من اسم خليط البيرو اللي اكيدت صحة القرار وصحة الهدف الاول لنادي الزمالك اه طبعا برضو الفارد تواصل مع محمد الحنفي وديها نقف عندها في ديئة تسعة وتريد اه في ديئة اربعين عندما استدعاها بعد ما احتسب مخالفة على على واستدعاها كان قرى مشترقة بين محمد عبدالشافي ومدافع استدعاها الى كمينتم ولاجعه وهنا نقف عايزين نقف بقى عند بروتوكول الفار بروتوكول الفار يا قبط هيسم لازم نتفق ان بروتوكول الفار محدد بيدخل بروتوكول الفار في اربع حالات الاهداف صحة الاهداف من عدمه لو 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 سبق لو لو سبق احراز الهدف اي مخالفة اه راكلة الجزاء هي راكلة الجزاء ام لا ومكان راكلة الجزاء ممكن تبقى القرار قرى من خارج التمنتاشر فبيتدخل وهوية اللاعب الذي يحصل على الانذار التاني او الانذار او الطرد يعني ازاي لو انت حضرتك الحكم اشهر بطاقة الصفراء لللاعب لقم 8 وهو المفروض الصورة بتقول ان اللي يستحق بطاقة الصفراء تبقى للقانون هو اللاعب لقم 9 لكن مع الزخمة اللي حكم كتب 8 وشاشة على الانذار التمانية بسا دقيقة كابتان هاسم يقول له انت لقى ده 9 هو اللي عنده الانذار وبالتاني هوية اللاعب اللازي يحصل على البطاقة الحمراء المباشرة اوكي ما بيدخلش خالص الفار لا في المخالفات الفنية الفاولات ولا كده اطلاقا ولا بيدخل في الانذار وبيدخل ايضا في الطرد المباشر ايه هو الطرد المباشر ان حضرتك في الملعب احتسابت المخالفة واشهرت فيها بطاقة صفراء ولكن المخالفة اللي في خانينة الفار اه من وجهة نظره تبقى للقانون انها ترتقي اذا البطاقة الحمراء المباشرة فبيستدعي الحكم الى شاشة المرجعة وقرار النهائي ببقى ديامة الحكم بيقول له ايه بيقول له بيقول له تشيك فار بوسبل ريتخارد تشيك فار بوسبل راكل الجزاء اه بيقولوش اقطع والقرار نهائي المين لحكم الساحل هو النهاردة لما استدعاه انا متأكد ان محمد عادل واشهاب راشد قالوا ان عبدالشافي يستحق البطاقة الحمراء ومنسمى فاول على عبدالشافي البطاقة الحمراء رجع هو راح للشاشة ومن وجهة نظره هو هو صاحب القرار ان عبدالشافي مخالفة عبدالشافي لا تلتقي ببطاقة الحمراء وبالتالي اختفى بانذاره وده هو هو صاحب القرار فيه لكن عادينا نتفق ان الفار ليس لتدعاه محمد الحنفي عشان يشهر البطاقة الحمراء وده احنا برضو احنا احنا كنت هايقل لك برضو ان فراكة الجزاء الاولى بتاع محمود مرعي اه عادينا نتكلم على الاستدعاء مش نازل يقول له بيحصل فيها استدعاء اما بيكون اللي في كبينة الفار عنده موافق على القرار بيقول له من خلال الكمونيفيشن سيستم كونفيرم وده اللي عمله في راقة الجزاء الاولى في الديئة السبعتاشر على محموب مرعي اشهر فيها بطاقة السفراء لانها ارتقت اللعبة تحولت من فرصة محققة الى منع هجوم واعد وبالتالي اشهر هو بطاقة السفراء لمحموب مرعي واحتسب راقة الجزاء صحيحة لنادي الزمالك والفار اكد القرار من خلال الكمونيفيشن سيستم هنروح في الديئة الاولى من الشرط التاني في راقة الجزاء على العرض بدر في لمسة يد داخل منطقة الجزاء توفرت فيها يا كابتن هيسم احنا دائما ابدا مفيش حاجة اسمها وجهة نظرنا فيها قانون توفرت فيها كل معايير احتساب راقة الجزاء يعني اللعبة ديه لو برأة 18 هتبقى هندبول راقة الحروم البشرة لو جوة 18 هتبقى راقة الجزاء وانزار توفرت فيها كل معايير احتساب راقة الجزاء وبالتالي هو احتساب كان حالا في عنده زاوية راقة مناسبة مفيش تردد احتساب راقة الجزاء والفار تدخل برضو من خلال الكمونيفيشن سيستم واكد القرار الفار بيتدخل في راقة الجزاء وفي تنفيذها يا كابتن هيسم لان من خلال الكمونيفيشن سيستم لو فيها حاجة بيرجع مع الحكم يقول له في التنفيذ في مشكلة يعني انا عايز اقول مش كل حاجة لازم يروح لشاشة المراجعة لعبة مهمة جدا 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 وهي دي اللي هي تمكن تكون في الديئة السبعين في حضرتك المساعد الثاني يوسف البساطي قلقى هدف لحمد عاطف لعب في يوتشور تمام؟ نفس في البروتوكول هو هو لما لعبة التمريرة بيعمل الديلي البروتوكول بيضع الفار في التسلل بيقول لك اعمل ديلي وكمل اللعبة ولما تنتهي ادي القرار يا هدف يا تسلل فعلا هو سبت الحمد عاطف يستمر اللعب تبقى للبروتوكول وبعد ما احرز الهدف في مرمى الزمالك اشار بالتسلل والفار اكد القرار ولما تجعت القرار من خلال خطوط البيرو اللعزائيات كابينة الفارع على شاشة تأكدنا فعلا ان احمد عاطف سابق يا كابتن هيسم بجزء من الكتف الشمال فبالتالي اي جزء من الجسم تقدر تحرز به هدف لما تكون سابق مع اخر تاني مدافع يبقى انت في بسانهم نروح بقى للعبة الجدلية اولا اولا عايز اقول بس الوقت الضائع في شرط الاول وشرط التاني محمد الحاني في موفق فيهم لانه عنده ثلاث دقيقة في شرط الاول خانوا موفق في تقديرهم وعنده خمس دقيقة في شرط التاني في دقيقة خمسة وتسعين احرز 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 نادي الزمالك هدف التالت هدف التالت للزمالك من شرط احرزه واللعبة بعد ما عدناها كان فيه في اللحظة اللي لعب فيها اللي لعب فيها عبدالغني القرق وخبار الحتعان كان جزيف الكاميروني لعب فيوتشر هو مغطي ولما حصل اعادة من خلال كاميروني لعب فيوتشر كان مغطي ولما راح كان سي سي كان سي سي جاي بعد اللعبة ما تلعبت فجاي من مكان سليم مش تسلل وبالتالي هو هدف سليم تبقى للقانون انا عايز اقول النهاردة كابينة الفار والاثنين المساعدين يا كابتن هيسم هم كلمة السر في نجاح المباراة تحكميا لان الاثنين المساعدين عندهم خمس حالات تسلل عندهم جنين كان فيهم مشاكل كان فيهم مشاكل لكن هما سمحوا بسرمان اللعب لغوا هدف سليم والفار اكد كان فيه تناغم النهاردة بين كابينة الفار وبن الاثنين المساعدين خاصة في القارات المصرية اخيرا محمد الحنفي كان موفق في اشهار البطاقة السفراء لمحمد عبدالشافي ومحمد اشرف فاروق واحمد الفتوح من زمالك وعربي بدر ومحمود مرعي وناصر ماهر وعمر كمال من الروتشر انا شايف النهاردة ان التحكم لم يتسبب لم يكن هناك قرار قرار اثر في نتيجة المباراة خلال السبعة وتساية التماية وتسягين ديئة عمر اللقاء اللي اه لو حبينا انا قابل التجاهرين الضارجة انقيد الحاكم الساحة كام ولمساعدين كام انا اهدي انا اهدي الصحة الوحيطين الضارجة كام ونساعدين كام وحاكم دراة كام؟ انا اهدي انا اهدي النهاربي او هدي فى 8 من ١ هو يوصف البساطي يوصف البساطي والاثنين المساعدين َ والحاكم مرادة ٨ ب 4 و 12 كبينة الففار ٨ ساعدين لأنs كبينة الففار كانت موجودة في المعان تبقى للبرتكول وانفذت البرتوكول بالظبط كما تبقى للقانون ما كانش فيه. زي ما حدق أنا تفضلت وقلت أنه يأمنوا أبدا لما الإنسان بيحاول يغوب منه من عنده هو ما يوصلش نتيغة نتيغة مردية. آه يعني أنت شاف نهارده أن الحاكم الظوار كان موفق جداً. عكس ورات المنفادي تتكفلف مع أحمد الغندور في الغندور. النهارده نهارده الآن المعروف مبارح. النهاردة الحالات الجدلية كلها النهاردة كانت اللي هي المؤثرة كانت قرارات انحكم الفار فيها وتدخله كان كان سليم والمساعدين كمان يا خبتم هاسل لما الفار يؤكد على على ثلاث اربع قرارات مؤثرة للمساعدين مع نقيد ان هناك في يقظة في تمركز جيد في تركيز وفي يقظة وفي تمركز جيد وبالتالي هو ده اللي احنا عايزينه لان المفروض وجود الفاردة يؤلم من اخطاء التحقيق. طيب سؤال بقى شائع في الشارع المصري بعيد عن الهوارة كابتن عام. اه انت نقول ان الخطأ التحكيمي ده مش خطأ حكم سياحة لا ده خطأ حكم الفار. الحتة دي في لبس في الشارع ما بين حتة ان الحكم الفار هو الغلطان ولا الحكم السياحة هو اللي يؤقته. لما 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 بيكون تدخل حكم الفار. اه. اذا تدخل حكم الفار. تدخل مخالف للبرتوكول بيبقى خطأ حكم الفار. لكن انت حالك سالف سؤال في زكاة. طيب. لو الراجل اللي موجود في الملعب بالتحكم الساحة اللي موجود في الملعب تمام. هو بيطبق بيعمده تطبيق جيد بالقانون والبرتوكول الفار مش هيغلط مش هينساق. يعني مش هينساق. يعني لما تستدعين حضرتك بشاشة المراجعة. وانا اجد ان استدعائك ده تمام. غير مخالف لبرتوكول المرواحي. او اللي القرار اللي انت او او اللي انت هشايفها على الشاشة في المراجعة دي. تمام? ما انا انا شايفها اه زي ما انت يعني اقرأوا فيها افضل من مراجعتك انت. تمام? هنا الحكم لما يكون ده لما يكون واعي بي 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 بي. واعي بيطبق القانون بشكل جيد. فاهم. الحاجة اسمها. الفاهم الجيدة تطبيق القانون والبرتوكول. ما اعتقد مش ما هيبقى هيبقى فعلا قاراته سليمة. وبالتالي حال دعبقى لسؤال الفاهم الجيدة. كلما قلنا تدخل للفاهم مع حق المباراة. كلما كلما تمنا تقليم الحكم. تقليم جيد. لانه كده ما اعتمدش على الفاهم. تمام? لانها تلاقي حكم مسلا ايوة. هتلاقي حكم خمس قارات او ست قارات في المباراة المصيرية. الفاهم بيأكد قراره. معنى كده انهم اخدوا القرارات من غير ما يرجع يا كابتن للأيسم للفاهم. لاغ ان احنا عندنا في التحقيم. هقول لك حاجة كرسة اتمنى ان احنا نتخلص منها. البعض البعض. تمام? من الحكام. يقول لك انا احسب والفاهم يرجعني. ايو. ومعنديوش اكين. احسب ما لا ما احسبش. ايو. والفاهم يرجع. شكل واحد. شكل واحد. والبعض الاخر يقول لك انا معندي زاوية انا مش متأكد او هو معنديوش ثقة في نفسه. فيقول لك ايه الفاهم يرجعني. ولما رايح لشاشة ارجع ارجع احتسب الايه? الخطأ. رغم ان هو في الحالات دي. بتبقى اللاعبات واضحة. الحكم لازم يعتمد على نفسه. ينسى خالص ان ما فيش وار. ما انت شفت حقيقة امم اه دور الابطال. دور المغموعات في دور الابطال افريقيا. كل ما يغير فار لحد نهاية نهاية دور المغموعات. طب امتى يا كابتن هنشوف الحكام مصري يروح للفار ويرجع اسرع من دي اه زي دور الانجليز والدور. لما لامتلك يا كابتن هيسم. اه 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 غزة حديثة. تمام? وفيها وغزة اه اه زي ما بنشوف زي ما شوفنا في طول العربية. وزي ما شوفنا مختلفين مع التحكيم في 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 افريقيا. زي ما شوفنا في بعض وبعض الخلف ام افريقيا. اعتقد المحتاجين اله غزة الحديثة. وكبال حضرتك. والتدريب الجيد الجيد افضل من كده. لان برضو الحكام بتتضرب يا كابتن هيسم. عدل الساعات اللي الحكام بتتضربها ولا يلا. البعض من هم بيتضرب بتضرب اه تعدى اسبوع عشر تيام لكن هو المفروض الحكام يتضرب مش اقل من ستين ساعة عشان يقدر يكون ويقدر يقعد في الكابينة ويقدر يقيم الموقف. لكن احنا في الحالات انا شايف ان بعد عودة الدوري بعد ام افريقيا احنا افضل ليه بقى بقى فيه حكم مساعد في الفار وفيه حكم ساحة. فبالتالي بقت ازمة تسلل وازمة رقلات الجزاء معقول لحد كبير بيحاولوا يسيطروا عليك. محتاجين الحكام تكون اقصر ثقة في نفسها. انا برضو كنت نزود على كلام حضرتك فعلا شخصية الحكم عليها عامل كبير جدا وعدم النظر اللي اتشرت الفريق او الفريق اللي نافس. ليه حاجات مهمة جدا جدا. طبعا. اي حكم ان همتشوف برا. الحكم بروح ويرجع في قل من جهيئة على طول. لا فيش ادنى مشكلة. نعم. فدي المهمة جدا جدا. وانا شايف ان فيه عدد من الحكم يمتلكوا هذه العرباء عليهم. عندهم معنى الرغبة. وعندهم عليهم حاجة. الشخصية وزي ما انتها قلت لهم اتشرتك ما فيش ولا النتيجة كمان. خلص. بلا معروف نتيجة. النتيجة تلات سفر او ربا ساعة. خليت معروف ادى اداء باهت جدا 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 جدا. برافو عليك. شكرا لك العادي. وبكده نكون من لقاء الزمالك وفوشر اللي انتهى بآ فوز نادي الزمالك آآ تلاتة اتنين. استعرضنا طبعا بالمجد والتحليل كل حالات التحكمية مع وعد بلقاءات اخرى تقبلوا تحياتي.